الأخ يقول بأنهم لا يستطيعون أن يصلوا الجمعة في العمل هذا عمل لا خير فيه ولا بركة فيه عمل يحرم صاحبه من صلاة الجمعة لا خير فيه ولا بركة فيه ولا يحل لمسلم أن يترك الجمعة أبدا لا يحل لمسلم مقيم عاقل حر بالغ صحيح أن يترك الجمعة لأي سبب من الأسباب المسافر له حكم آخر أما أن تكون في عمل في وقت صلاة الجمعة الناس يصلون الجمعة وأنت لا تصل الجمعة فبئس العمل فأرجو أن تبحث عن وسيلة أخرى أو عن سبب آخر لتصل الجمعة في المكان حتى ولو قسمتم أنفسكم قسمين أو فريقين إن كانت حاجة العمل تتطلب وجودا دائما أمام ميكانة معينة أو أمام معدة معينة قد يكون ذلك فحينئذ ينقسم العاملون في هذا الموقع إلى فريقين فريق يقف أمام الميكانة أو أمام المعدة التي تتطلب أن يكون عاملا إلى جوارها وقد يتعطى المصنع بدون ذلك أو العمل بدون ذلك لا حرج أن تقف هذه المجموعة أمام هذه المعدات وأن تذهب مجموعة أخرى لتصلي الجمعة في مكانكم في المصنع الذي أنتم فيه وأن يقف أخم منكم ليخطب لكم الجمعة من أي كتاب من كتب الخطب وهي موجودة محققة كثيرة بفضل الله عز وجل الآن ثم تذهب هذه المجموعة لتحل محلة هذه المجموعة الأولى أمام الميكانة أو أمام المكان المعروف أو الموجود ثم تأتي هذه المجموعة وتصلي الجمعة في نفس المكان ولا حرج عليكم إن شاء الله تعالى أما أن تتركوا الجمعة بالكلية فهذه علامة شؤمن في هذا العمل ولا حول ولا قوت إلا بالله وأرجو أن لا تتخلوا أبدا عن صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير بل لقد قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر برجل أن يصلي بالناس وفي رواية الجمعة في رواية الجمعة وفي رواية صلاة الجماعة ثم أتخلف إلى رجال مع رجال معهم حزم من حطب لأقوام تخلفوا عن صلاة الجمعة في لفظ أو عن صلاة الجماعة في لفظ آخر لأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لكنه توعد من يتخلف عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة بصورة دائمة بهذا الوعيد الشديد فلا نبغي على الإطلاق أن يتهاون المسلم أيا كان عمله ومهما كان موقعه في طرق الصلاة لأي سبب من الأسباب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيأ لإخواننا هذا الأمر وأن يسرهم لليسرى إنه وليه ذلك ومولاه